اشتركوا في القناة وورد لكن يبقى هذا السؤال هل قراءتنا للقرآن كانت سببا في زيادة ايماننا يعني احنا عندما قرأنا القرآن ازدادنا ايمانا ولا حظنا مع القرآن قبل قراءته كحظنا مع القرآن بعد قراءته اهل الخير من الصحابة كانوا يقرؤون السورة من القرآن بل الآية من القرآن فيزدادون بها ايمانا فيزدادون بها ايمانا وهذه علامة صحة القلب فعلامة صحة القلب انه يتأثر بالقرآن وينتفع به فيزداد به ايمانا قال ربنا عز وجل واذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون نسأل الله تعالى ان ينفعنا بالقرآن وان نزداد به ايمان ونقينة وان نزداد به وصلا وقربة والحمد لله اولا واخرة وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم